قررت وزارة الأوقاف حكومة إقليم كردستان السباحة بإقامة مجالس العزاء في مساجد الأقليم وليوم واحد فقط على أن تتم بعد صلاة الظهر تحديدا نود أن نبين أن وزارة الأوقاف في إقليم كردستان قد اتخذت مجموعة قرارات جديدة بخصوص مجالس العزاء أولا تقام مجالس العزاء ليوم واحد فقط بعد صلاة العصر وأن تكون في قاعة المساجد والجوامع المخصصة حصرا عدم إلقاء الخطب والاكتفاء بقراءة القرآن الكريم ثالثا عدم استخدام مكبرات الصوت لمنع إزعاج المواطنين نؤكد أن هذه القرارات تهدف للتقليل من الإزدحامات وضمن إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا ترجمة نانسي قنقر